بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عندما تريد أن تكون محاورا أو متحدثا لبقا عليك أولا أن تضع خشية الله بين عينيك ثم بعد ذلك تنتقل إلى العديد من الصفات التي يجب أن يتحلى بها المتحدث الجيد ومنها اللباقة في الحديث المرونة وعدم التعصب لفكر معين الحديث في صلب الموضوع القدرة على الإقناع وغيرها من الصفات التي سنتحدث عنها بإذن الله من خلال البرنامج موسيقى 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 يمكن أن يكون الشخص متحدثا بارعا بتحليه بالعديد من الصفات ومنها حسن اللغة والثقة بالنفس ووفرة المعلومات كما يمكن أن يكون متحدثا جيدا من خلال تحديد الهدف من كلامه وتوضيحه فقد يؤدي عدم وضوح الحديث إلى شعور الشخص بالارتباك كما يمكن أن يقوم الشخص بتلخيص النقاط الرئيسية بلغة بسيطة وفصل النقاط التي تتعلق بالمشكلة عن تلك التي تتعلق بالحل ومن المهم أن يتم التركيز على المستمعين وتحديد ردود فعلهم حول الحديث المطروح ومعاملة الآخرين بلطف واحترام وتجنب الحديث عن السلبيات بداية وترتيب الأفكار بشكل جيد قبل الحديث المحافظة على الهدوء وربطة الجأش عند التحدث الاستماع والإنصات بشكل جيد للمتحدثين الآخرين وعن الحوار الجيد والمتحدث اللبق يقول الإمام زين العابدين عليه السلام القول الحسن يثري المال وينمي الرزق وينسي في الأجل ويحبب إلى الأهل ويدخل الجنة مشاهدين الكرام الآن نتحدث عن الموضوع بشكل أكثر تفصيل مع ضيفنا الدكتور علي الفحام مرحبا بك دكتور حياكم الله أستاذ فاضل أهلا وسهلا بكم أنت من المحاورين والمتحدثين اللبقين الذين أثروا البرنامج حقيقة بمعلومات جميلة اليوم عندما نتحدث عن موضوع مهم ربما يحتاجه الطفل والكبير والصغير المرأة والرجل الطالب والعامل الكل اليوم يحتاج أن يكون متحدثا لبقا أو محاورا لبقا كيف بداية كيف أتقن فن التحدث أحسنتم بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية فن التحدث فن الخطابة أو فن الإلقاء يمكن أن نعرفه بأنه فن مخاطبة المتلقين بهدف التأثير فيهم أنا عندي رسالة عندي معلومة عندي مهارة أريد أن أنقلها إلى مجموعة من المتلقين هؤلاء المتلقون أحيانا نسميهم جمهور أحيانا نسميهم طلبة أحيانا نسميهم مشتركون مكابعون حضور إلى آخره بهدف التأثير فيهم التأثير إما أن أنقل لهم معلومة أو أن أكسبهم مهارة معينة أو أن أقنعهم بسلوك وفعل معين وعندما أصل إلى مرحلة من مراحل التأثير والإقناع وصلت إلى أعلى مستويات قوة التأثير في الحديث أما كيف نكتسب قوة التحدث والحوار فبمجموعة مهمة من المهارات المجموعة الأولى أو المهارة الأولى هي الإنصات يعني أن ينصت الإنسان إلى المتحدثين البارعين ولذلك يحرص في مجتمعاتنا اليوم خصوصا في المجتمعات العشائرية الآباء يحرصون على أن يصطحبوا أولادهم إلى المجالس العشائرية كي يتعلموا كي يستمعوا إلى شيخ العشيرة كيف يتكلم إلى الوجيه الفلاني كيف يتكلم إلى رجل الدين كيف يعظ الناس كيف يستدلوا بالأحاديث كيف يذكر الأمثلة ويستشهد بالقصص كيف يفند الآراء الآخرين وينتصر لرأيه وهكذا فعندما ينصت هذا الإنسان عندما ينصت هذا الطفل أو هذا الشاب إلى غيره ممن يجيد فن الحديث ممن يجيد فن الكلام سيتعلموا لغة الحديث أمام الناس هذا المستوى الأول الإنصات المستوى الثاني هو الحديث نفسه بعد أن تسقي تتحدث الحديث نفسه عندما تريد أن تكون متحدثا ناجحا تكلم وعندما تتكلم لا شك أنك ستخطئ وستأخذ التغذية الراجعة من المحيط الموجود يعني هل كان حديثي جيدا أين الخطأ عندما تحدثت وتبدأ بعملية التقويم وتصحيح الأخطاء طبعا كثرة الحديث يجعل الإنسان يعني متمكدا ويذهب عنه شطرا كبيرا من الخوف واحدة من أهم أسباب التي تعيق الناس عن الحديث التي تعيق الناس عن الحديث أمام الجمهور هو الخوف من الجمهور يخاف الإنسان أن يخطئ وأن يكون سببا لضحك الناس والاستهزائهم وللسخرية بكلامه أو بمنطقه أو بالفكرة التي يطرحها ولكن عندما يجرب الإنسان الحديث وعندما يتمرس بالحديث سيتغلب على شطر كبير جدا من الخوف ومن الفوبيا التي يمكن أن تمنعه من الحديث أمام الجمهور هذا المستوى الثاني وهو التحدث المستوى الثالث الذي يصل بالإنسان إلى مستوى الاحتراف في الحديث هو أن يطلع الإنسان هذا المتحدث على القواعد التفصيلية في علم الخطابة والحديث هناك قواعد هذا علم له فن وله أصول وله قواعد وله مهارات وله ضوابط وله مصادر علمية وله مدربون فعندما يحضر الإنسان الدورات التدريبية الخاصة بفن الخطابة أو الإلقاء أو الحديث أو يقرأ كتابا في هذا المجال أو يستمع إلى محاضرة في هذا المجال التخصصي سيجد أن هناك قواعد وأن هناك أصولا للحديث يكتسبها شيئا فشيئا والخبرة ستزيد من كلامه وستزيد من قدرته على الحديث طيب دكتور ما فائدة أن يكون الإنسان متحدثا لا بقل نعم اليوم واحدة من أهم الأعمال الموجودة في العالم يعني الكيريرز الوظائف الموجودة في العالم هو أن تكون متحدثا يعني ذول اليوتيوبرز مثلا هذا شكل من أشكال متحدث واحدة من الوظائف المهمة اليوم الموجودة فأولا أهمية هذا الكلام أولا أنه مصدر من مصادر كسب المال إذا أتقن استعماله بشكل جيد وإذا تم توجيهه نحو الحديث النافع للناس سيكون مصدرا جيدا من مصادر الدخل الصفة الثانية المهمة المتحدث لنفسه هو المكان الاجتماعي الناس تحترم الشخصة المتحدثة أفضل من الشخص المتردد ولذلك نرجع إلى القيم العشائرية مثلا الشخص الذي يتصدى لمشيخة العشيرة مثلا أو يكون وجيها هو الشخص المتحدث الشخص الذي يكون عييا عن الكلام ولا يستطيع الكلام لا يستطيع أن يتزعم أو أن يتصدر مجلسا أو يتزعم قومه المستوى الآخر من مستويات ومن فوائد الحديث ومهارة الحديث هو التأثير في الآخرين هو التأثير في الآخرين عندنا روايات كثيرة في تفسير قوله كذا أوتينا فصل الخطاب قال فصل الخطاب هو الفصاحة فصاحة والبلاغة لأهل البيت صلوات الله عليه وذلك نجد إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه عندما خطب في الشام وكان أسيرا قتل أبوه وأولاد عمومته وأخذت عماته وأخواته سبايا إلى الشام وقف وقال أيها الناس أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة ذكر الفصاحة من ضمن العطايا التي خص بها الله سبحانه وتعالى أهل البيت صلوات الله عليه فلم يزل الإمام صلوات الله عليه يستعمل العاطفة في حديثه ويقول أنا 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 حتى قلب المجلس على رأس يجيد وغير الرأي العام لحظ ما كان الإمام يمتلك سلاحا ولا يمتلك أتباعا وكان أسيرا مصفدا قتل أبوه وإخوته وأخذت عماته سبايا ولكن بقدرته على الحديث وبحسن حديثه وتوظيفه للكلمة الدقيقة التي تؤثر في نفوس الناس استطاع أن يغير الرأي العام وذلك اليوم وسائل الإعلام يجزء كبير من المعركة الذي يكسب وسائل الإعلام ومخاطبة الجمهور سيستطيع أن يكسب المعركة جميعها أحد المهتمين في هذا المجال يقول خذ مني كل مهاراتي أتوقع وزيك زيكلر المتحدث المعروف يقول خذ مني كل مهاراتي وأبقي لي مهارة الإلقاء بمهارة الحديث والإلقاء أستطيع أن أسحر العالم وأن أسترد كل مهاراتي دكتور أن يتحدث الإنسان بلا باقة أو بحوار جيد هذا أمر مفروغ منه لكن هل تؤثر الشكليات هل يؤثر مثلا هندام المتحدث مثلا حركات الأخرى التي تسمى بمهارات الاتصال والتواصل هل يكتفي الشخص بأن يكون متحدثا لكن لديه مثلا مهارات أخرى ربما في توزيع النظر في حركاته في ما يرتديه في ما يقوله بشكل آخر بلغة الجسد هناك ثلاث عوامل تؤثر في المتلقي العامل الأول هو لغة الجسد يعني حركات الإنسان إيماءات الرأس حركة اليد حركة الجذة الأطراف طريقة الوقوف طريقة الجلوس حركة أحيانا هذا نسميها مهارات لغة الجسد من عوامل التأثير في الجمهور العامل الثاني هو الصوت هو مهارات الصوت حدة الصوت سرعة الصوت درجة الصوت هل الصوت مرتفع أو منخفض هل يتكلم الإنسان بسرعة أم بسرعة بطيئة أم بسرعة عالية هذه كلها نسميها مهارات الصوت والمستوى الآخر أو العامل الآخر هو المحتوى الكونتينت المادة التي يمكن أن يطرحها للآخرين هذه العوامل على اختلافها تشكل العوامل المؤثرة في الجمهور طبعا مهريبيا أعطى لي لغة الجسد العنصر الأكبر قال خمسة وخمسين بالمية من عوامل التأثير لغة الجسد ثم يأتي مهارات الصوت ثم يأتي المحتوى العلمي بسبعة بالمية فقط هذه الدراسة يعني تعرضت لنقد كبير جدا وجاء علماء آخرون من بعد مهريبيا وفندوا دراسته وقالوا لا الصوت أحيانا يؤثر بالنسبة أكبر أنا من الذين يميلون إلى أن الصوت ومهارات الصوت هي العنصر الأكبر في التأثير يأتي بعده لغة الجسد ثم المحتوى بدرجات متفاوتة ذلك الصوت مهم جدا في إيصال المعلوم الآخرين نجد مثلا على سبيل المثال أنه في الوسائل السمعية في الراديو مثلا لا تجد أن هناك صورة للمتحدث فقط صوت هندامه وشكله وإيماءة الوجه كلها مخفية ولكن مع ذلك تجد أننا تعلمنا كثيرا جدا من برامج الراديو مثلا ومن المتحدثين والخطباء الذين كانت تظهر محاضراتهم في الراديو نسمع أصواتهم ولا ننظر إلى أشكالهم نعم الجواب نعم تؤثر ولكن بمستوى من المستويات وليس بكل المستويات دكتور المدرسة هل لها تأثير في هذا الأمر يعني نحن نشاهد الآن مثلا في درس اللغة العربية يوجد درس الإنشاء والتعبير وهو إمكانية الطالب أو إمكانية الفرد الكتابية هل ما ممكن أن نطور هذا الأمر لتقوية شخصية الطالب وحواريته أو أن يكون متحدثا لبقا عندنا مشكلة في التدريس في تدريس اللغات عموما سواء كانت لغة عربية أو اللغات الأخرى الإنجليزية وغيرها من اللغات المشكلة تعتمد على أنك تدرس القواعد للمتلقين للطلبة دون أن تعلمهم فن الحديث يعني هذا الفعل مع هذا الكلمة تنتج القضية الفلانية أو تعرض بالشكل الفلاني أما أن تعلم الطالب على الكلام على الحديث على الإلقاء على فن الحديث فهذا الأمر ليس موجودا ولذلك يتعلم الطالب ويأخذ مثلا في اللغة الإنجليزية مئة من مئة في السادس مثلا لكنه لا يستطيع أن يتكلم جملتين باللغة الإنجليزية يتعلم الطالب ويأخذ مثلا تسعة وتسعين خمسة وتسعين اثمانة وتسعين وربما مئة من مئة باللغة العربية ولكنه لا يستطيع أن يتكلم جملتين باللغة العربية دون أن يلحن في كلامه سبب هذا الانخفاض في مستوى الحديث واللغة أن اللغة لا تدرس بالورقة والقلم وإنما تدرس بالكلام بالحديث طبعا نذكر المسألة المهمة التي ذكرناها دائما أن نوفر الكوادر التدريسية المؤهلة القادرة على إيصال المعلومة والمهارة إلى المتلقين وأن تكون طرق التدريس للغات مختلفة تكون بأن تعطى درجة كبيرة جدا أو لا بأس بها على الحديث أن يكون شطر من تقييم الطالب وأن يتحدث بشكل جيد دكتور هل للوراثة علاقة بالأمر أن يكون الأب متحدثا لبقا من الضرورة أن تكون أنت متحدثا لبقا سواء كنت ذكر أو أنثى هل من الممكن أن تعطي الصفات الوراثية دفعة للشخص بأن يكون محاورا جيدا أو متحدثا لبقا لاحظ الدراسات العلمية تشير أن تقريبا 2% من الناس يولدون وعندهم مهارة الحديث مهارة الكلام لكن تجد بعض الأطفال يعني عندما يكون في مجتمع ما يظهر مهاراته في الحديث أمام الناس وهو لا زال طفلا في الرابعة أو الخامسة من عمره والعكس 2% تقريبا 3% من الأطفال يولدون مع مشاكل في النطق مشاكل في التعلم أما بقية الناس يعني 95-94 فيكتسبون مهارة الحديث من المجتمع يكتسبون مهارة الحديث من المجتمع فمهارة الحديث ومهارة الكلام ومهارة الإلقاء في أعمها الأغلب هي مهارة مكتسبة الأطفال الذين ينشؤون بالوراثة متحدثين قليلون في المجتمع نسبتهم ربما 2-3% والأطفال الآخرون الذين ربما يعانون من مشاكل في النطق والكلام أيضا قليلون في المجتمع نسبتهم تقريبا 2-3% بين هذا وذاك الغالبية العظمى من الناس تتعلم بالاكتساب تتعلم من المحيط تتعلم من الأب من الأم من المعلم من الرفقة من الاحتكاك بالأشخاص الذين عندهم مهارة الحديث والإلقاء من الجيد أنه أكون شخصا متحدثا بطريقة لبقة أو محاور أو لدي إمكانية في الحديث مع الآخرين لكن هل هناك مجالات نحتاج فعلا بها لأن نجد شخصية متحدثة شخصية متمكنة شخصية تتصف بالسلاسة تتصف بفن الإقناع بالتأثير في الآخرين نعم كثيرة من مجالات الحياة ومن وظائف الموجودة في يومنا هذا تحتاج إلى فن الحديث على سبيل المثال التعليم والتدريس في كل مستوياتي يحتاج إلى مهارة الحديث المدير المسؤول عن دائرة معينة عندما يجتمع بالموظفين والعاملين معه هو يحتاج أن يخاطبهم ويستعمل مهارات الحديث الإعلاميون الصحفيون الذين ينقلون الأخبار والبرامج والتقارير الصحفية إلى الناس أيضا يحتاجون بشكل كبير إلى لغة الحديث السياسيون الذين يخاطبون جمهورهم الشيوخ العشائر الذين يخطبون في المناسبات العشائرية أتباع المؤسسة أو أعضاء المؤسسة الدينية الذين يخطبون في الناس ويلقون الدروس التعليمية ومجالس الوعظ والإرشاد للناس يحتاجون إلى الخطابة كثير من الناس يحتاجون إلى مهارة الحديث دكتور أهل البيت عليهم السلام كانوا أفداظ في مجال الحوار والإقناع والتأثير لربما الجانب الإلهي التزديد الإلهي موجود لكن كانوا يتصفون بشخصيات قوية خصوصا في مجال التأثير على الآخرين والإقناع ولعل الإمام عليه السلام كان سيد الخطباء وسيد البلغاء اليوم كيف نستقي من هذه الشخصيات ما نجعل به أنفسنا على سكة الحوار الجيد المؤثم نعم أهل البيت صلوات الله عليهم هم أهل الكلام وهم سادة الكلام وسادة الحديث في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا سيد من نطق بالضاد سيد الفصاحته ورسول الله صلى الله عليه وآله وباب علمه هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثم السيدة الزهراء عليه السلام وخطبة السيدة الزهراء معروفة التي كانت منارا وكانت منبعا للأجيال وكان أهل البيت صلوات الله عليهم يعلمونها لأولادهم ويحفظونها لأولادهم شعر أبي طالب الإمام الصادق عليه السلام قال كنا نربي أولادنا على شعر أبي طالب كل أهل البيت صلوات الله عليهم في أدوارهم وفي مراحلهم استعملوا الكلام والخطابة وقوة التأثير في الآخرين ومن هنا كان الناس وكانت القلوب تهفوا لأهل البيت صلوات الله عليهم نعم أن نتعلم منهم استعمال اللغة الصحيحة اللغة المهذبة الطريقة الصحيحة أن نضع كل شيء في موضعه المناسب أن نستعمل العبارات الفخمة المؤثرة في الناس ولو كان الحديث حديثاً لبسط الكلام في هذا المجال لأتينا بأمثلة على خطب لأمير المؤمنين أو السيدة الزهراء عليه السلام أو رسول الله صلى الله عليه وآله وبينا مواضح القوة والتأثير في الناس وفي النفوس وهذه الأمثلة على ذلك كثيرة السيدة الزهراء عليه السلام عندما خطبت ضج الناس كلهم في البكاء السيدة زينب عليه السلام عندما خطبت ضج الناس كلهم في البكاء بعض الروايات تشير أنه هنا في الكوفة عندما أحضرت السباية وبدأت السيدة زينب عليه السلام أومأت إيماءة يقول هدأت الأجراس وسكتت النفوس من قوة تأثير شخصية الحوراء صلى الله عليه وعلى الناس ووظف أهل البيت الخطابة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصرة قضيتهم وبيان مظلوميتهم وإيصال حقهم إلى الناس على ذكر أهل البيت سلام الله عليهم هل يمكن أن يكون الجانب الأخلاقي أو الجانب الديني داعما للمتحدث يعني المتحدث من مقومات القوة أن يكون ملتزما أن يكون صادقا أن يتحلى بالصفات الجيدة هل من الممكن أن تدفع هذه الصفات الشخص لأن يكون واثقا أكثر في أداء الحديث أهم صفة للمتحدث المصداقية الله سبحانه وتعالى يلوم أشخاصا في القرآن الكريم من المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كبر مقتا المقتو هو أشد البغض القرآن يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صفة أهل البيت التي أعطت لهم التأثير في نفوس الناس أن أقوالهم كانت موافقة لأفعالهم أن أفعالهم كانت تجسيدا لأقوالهم لم تكن هناك انفصال أو فجوة بين قول أهل البيت والدعائهم وبين سلوكهم فكان سلوكهم معززا لقولهم وكان قولهم دليلا على سلوكهم وعلى فعلهم وهذا الذي أنتج تأثيرهم في الناس قرآن الكريم يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن ودى ومصداقهم الأعظم والأكبر وهم أهل البيت صلواتهم يعني المقبولية في النفوس تكون عطفا على إمكانية هذا الشخص إيمانيا في مجال التقوى في مجال الأخلاق ثم بعد ذلك يأتي الكلمة الطيب نعم أحسنت الكلمة الطيب هو يعني مقدمة من مقدماتي السلوك الحسن والسلوك الحسن هو انعكاس للكلام الصحيح الذي تحلى به أهل البيت صلواته الله عليه الآن إذا أردنا أن نعطي نصائح أو نذكر جملة نقاط على من يريد أن يحسن من حديثه أو أن يكون محاورا جيدا أن يلتزم بها خصوصا من هو ناشئ في هذا الأمر ماذا نقول نقول له عندما تتحدث ركز على رسالتك لا تركز على الآخرين وردات فعلهم نتخشى أن تخطئ في كلام كلنا عندما نتحدث نخطئ في الحديث ونشتبه في الحديث وأحيانا نلحن في الكلام هذا الأمر طبيعي بالنسبة لنا كبشر لا تركز كثيرا على أخطائك في الحديث ركز على رسالتك التي تريد أن تلقيها على الآخرين هذا سيعطيك القوة والثقة بنفسك تحدث دائما استغل كل مجلس للحديث استغل كل فرصة أن تكون متحدثا اصعد المنصة ارتقي منبرا معينا تحدث مع شخص في مجلس في مناسبة في ملتقا في محفل في مؤتمر حاول أن تدرب نفسك على الحديث وأيضا تعلم من الآخرين واستمع إلى المتحدثين الخطباء الجيدين واقتبس منهم لكن لا تقلدهم كن كما أنت لا تقلد شخصا معينا يمكن أن تأخذ شيئا من هذا الخطيب تأخذ أسلوبا من هذا المتحدث اجمع من هذه المهارات وكون لك أنموذجا خاصا بك لا تكون مقلدا لغيرك شكرا دكتور جعلك الله من المتحدثين دائما والمتحدثين الصالحين إن شاء الله بالخير وإياكم شكرا لكم مشاهدين الكرام انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج عندما تريد في أمان الله اشتركوا في القناة